السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى ودين مبعد فهذا هو المجلس الرابع المجالس التعليق على منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر رحمه الله أنه يسرع للحاج أن يصلي المغرب والعشاء في المجدلفة وأن الصلاة تكون في المجدلفة فكما ذكر رحمه الله أن هذا هو هده عليه الصلاة والسلام وأن الحاج لا يصلي في الطريق صلاة المغرب بل يؤخره حتى يصل إلى المجدلفة ويجمع المغرب مع عشاء والنبي عليه الصلاة والسلام الظاهر أنه صلى المغرب في وقت العشاء وكان جمعة أخير كما أن العشاء الظهر والعصر في عرفة صلى العصر مع الظهر جمعة قديم جمعة قديم وأن الصلاة في المجدلفة تكون جمعة أخير ولا يصلي في الطريق لكن لو كان كما يقع في هذا الزمن ربما يتأخر الحاج أحيانا في الطريق فإذا خشي خروج الوقت فعليه أن يبادر إلى صلاة المغرب ولا يؤخر فليجب عليها أن يصلي في الطريق فإما أن ينزل فيصلي فإن لم يمكنه وخشي أن يخرج وقتها بذهاب منتصف الليل لأن صلاة المغرب مع الجامع تنتهي بانتهاء وقت العشاء وقت العشاء على الصحيح إلى نصف الليل ومن بعدها إما ليس وقتا وإما وقت ضرورة على الخلاف بين العلماء في هذه المسألة فيصلي فينم كان أن ينزل وجب عليه أن يصلي جمعه وإن لم يمكن يصلي على حسب حاله ولو كان في سيارة فلا يتركها حتى يذهب وقت العشاء لأن وقتها وقت العشاء وقت واحد حال الجمع ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك مسائل تتعلق بمزدلفة وهي المسألة الحادي هو الثمانون قال والسنة أن يبيت المزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في أول الوقت والنبي عليه الصلاة والسلام بادر إلى الصلاة في أول الوقت ثم وقف بالمشعر الحرام حتى يسفر جدا وهذا هو السنة للحاج أن يقف بالمشعر الحرام حتى يسفر جدا قبل طلوع الشمس فلا يؤخر إلى طلوع الشمس حتى يخالف هدي المشركين لأنهم كانوا إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم أو العصائب على رؤوس الرجال فإنهم يفيضون ويخرجون من مزدره فخالف هديه عليه الصلاة والسلام هديهم والسنة كما تقدم أن يبادر إلى الصلاة في أول وقتها وكان الصحابة وكان النبي عليه الصلاة والصحابة كانوا متهيئين بادروا إلى الصلاة من أول وقتها والظاهر كما لا يخفى أنه بعدما أدني الصلاة والسنة الراتبة ثم بعد ذلك بادر إلى الصلاة الفجر عليه الصلاة والسلام المسألة الثانية والثمانون أن الإفاظة كما تقدم قبل طروع الشمس والسنة التأخر كما تقدم إلى أن يسفر جدا ويجوز للضعفة أن يفيضوا قبل ذلك على خلاف في هذا وجمهور العلماء على أن الإفاظة يجوز أن تكون بعد منتصف الليل منها العلم كبير القيم من قدره بغروب القمر تلك الليل على حديث أسماء رضي الله عنها في صحيح البخاري وجمعنا سدلوا بأدلة تؤيد قولهم منها حديث أم سلم رضي الله عنها حين استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام وخرجت وخرجت من المزدرفة ثم رمت الجمرة ثم ذهبت فأفاضت رضي الله عنها فأفاضت رضي الله عنها وفرغت من حجها ثم رجعت لا شك أن هذه مسافة طويلة وهي على بعيرها وقريق قد لا يخلو من من يكون فيه فقد يعوق سيرها ومثل هذا الوقت الطويل قد يكون استغلق ساعات وإن كان ابن القيم رحمه ذكر أن حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في شهر آذار وأنه هو الوقت الذي يستوي فيه الليل والنهار يعني الليل يكون قرابة 12 ساعة قرابة 12 ساعة أو ينقص قليلا نحو دقائق يسيرة يعني أن الوقت فالله أعلم لكن جمهر علماء على جوال ذلك بعد منتصف الليل مطلقا مطلقا وذكروا أدلة في هذا وأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن صفي وكانت قوية وأذن وقالت عائشة رضي الله عنها لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة كان أحب إليه مفروح به وهم حدثين صحيان عند المسلم المسألة الثالثة والثمانون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفاض من المزدرفة لم يزل يلبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا وهذا هو السنة للحاج أنه حين يتجه مشعر أنه يلبي فلبى في ذهابه إلى هذه المشاعر ولبى في إيابه ولبى وهو متجه إلى ميناء من المزدرفة ولم يزل يلبي عليه الصلاة والسلام حتى شرع في الرمي لأن التلبية هي شعار الحج فيشرع التلبية فيشرع التلبية حتى يشرع في عمل آخر لكن اختلف العلماء هل يقطع التلبية عند شروع في الرمي على ظاهر حتى رمى يعني أنه والظاهر أنه يعني حتى بدأ في الرمي وأون أنه لم يزل يلبي حتى فرغ من الرمي على قولين عند أهل العلم رحمة الله عليهم المسألة الرابعة والثمانون أشار الشيخ رحمه الله إلى أن التلبية لا تشرع إلا عند الانتقال المشعر إلى مشعر أما إذا كان مستقرا في المشعر كال حين يكون حاج في عرفة أو يكون في المزدلفة أو يكون أو قبل ذلك لما كان في ميناء في اليوم ليلة التاسع ف إنه يكثر من الذكر ولم ينقر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبي وهذا ظاهر في عرفة وأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وجعل يدعو صلوات الله وسلامه عليه هذا هو المنقول من هذه صلوات الله وسلامه عليه في قصد في مكوث في هذه المشاعر وأن التلبية حين يحرم بالحج أو العمرة ثم لم يزل في التلبية هو ينتقل مشعر إلى مشعر حتى يشرع في التحلل المسألة الخامسة والثمانون أنه يشرع للحاج عند رمي أنه يأخذ الجمرات ويرقط الجمرات من حيث يسر له حيث يسر له فإنه يلقط الجمرات وليس لأخرها مكان محدد هذا هو الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام وأنه أمر أن يلقط له جمرات هو سائر من مزدرفة إلى ميناء عليه الصلاة والسلام لرمي جمرة العقبة لما رماها بسبح حصيات وكذلك في الأيام التي بعدها حين يرمي الجمرات الثلاث في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر المسألة السالسة والثمانون أنه إذا رمى وحلق رمى وحلق النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم حلق ثم نحر ثم طاف عليه الصلاة والسلام فقد حصل التحل الأول باتفاق المسلمين ويقول الشيخ رحمه الله فيلبس الثياب ويقلم الله كذلك له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج يعني يتزوج لد عقد النكاح وأن يصطاد ولا يبقى عليهم حضرات إلا النساء يعني ما يتعلق النساء بالجماع ومقدمات الجماع وأنه كما جهبار أنه لا يحضر عليه إلا النساء ومنها العلم من ألحق العقد بقوله إلا النساء لكن اختار الشيخ رحمه الله أنه يجوز لأن الاستثناء جاء بقوله إلا النساء المسألة السابعة والثمانون أنه بعد ما يطوف طواف الإفاظة عليه أن يسعى إن كان عليه سعيد لأن الحاج إما أن يكون مفردا أو قارن أو أن يكون متمتع والمفرد والقارن له حال حال يسعى في أول الأمر يطوف طواف القدوم ويسعى فإذا سعى يكون قد أدى سعي الحج ولم يبق عليه إلا طواف الإفاظة أما المتمتع فإن عليه طوافين وسعيه طواف العمرة وسعي العمرة وطواف الحج وسعي الحج عند جماهير العلماء والشيخ رحمه الله يرى أن المفرد والقارن والمتمتع يكتفون بسعي واحد وذكر دلة في هذا رحمه الله لكن قول الجمهور أظهر وفي حديث ابن عباس وحديث عائسة وهما ظاهران في هذا وشيخ السلام يعل بعض هذه الألفاظ لا يعل الخبر يعل بعض الألفاظ في هذين الخبرين المسألة الثامنة والثمانون ما تقدم الإشارة إليه في مسألة المتمتع هل يكتفي بسعي واحد أو لابد من سعيين تقدم أنه الصحيح أنه يكتفي بسعيين وذكر أيضا عن عبد الله ابن أحمد أنه سأل أباه وأنه قال قيل لي أبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة قال إن طاف طوافين يعني البيت وبين الصفا والمروة فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس وإن طاف طوافين فهو أعجب إليه وذكر لما أحمد رحمه الله سندا صحيحا فالحدث الوليد بمسلم قال يعني ذكر قال وقال إمام أحمد حدثنا وليد ابن مسلم حدثنا أوزائي عن طاعة عن ابن عباس أنه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف ببيت وسعي بين الصفا والمروة فهذا ثابت عن ابن عباس وجاء عن إمام أحمد رحمه الله لكن أشار شيخ الإسلام إلى الاحتياط في هذا كما هو قول الجمهور في وجوبه وكما هو وظاهر الأدلة الأخرى المسألة التاسعة والثمانون أن أهل منا ليس عليهم صلاة عيد بل رمي الجمرة في يوم العاشر يقوم لهم مقام صلاة العيد لأهل الأمصار والنبي عليه الصلاة لم يصلي جمعة ولا عيد في السفر ولا مكة ولا عرفة أم مسألة صلاة العيد في السفر هذه موضع خلاف بين أهل العلم أم الجمعة هذا واضح لكن الشيخ رحمه الله يختار أيضا حتى العيد ولهذا خطبته بعرفة ليست خطبة جمعة بل هي خطبة عيد ولم يجهر عليه الصلاة والسلام في القراءة في الصلاة بعرفة صلوات الله وسلامه عليه المسألة التسعون أنه يشرع للحاج وعذلك أن يرجع إلى ميناء يعني حين يرمي جمرة العقبة فإن تيسر له أن يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى إن كان عليه سعي يعني إن كان متمتع أو كان مفرد أو قال ولم يسعى قبل ذلك فإذا رجع إلى ميناء فإن الواجب عيه يبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويستحب أن يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي في اليوم الثالث عشر ثم من الغد يوم الحادي عشر وهي أول أيام التشريق يسن أن يرمي الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع حصايات كل يوم واحد وعشرين حصات يرمي جمرها الصغرى بسبع ثم اتجه لجهة اليمين ثم يقف ويدعو أذو السنة ويرفع يديه ثم جمرها وسط يذهب إلى الشمال منها ويرفع يديه ويطيل في الدعاء لكن ليس بواجب عند جماهير العلماء على الدعاء ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ويرفع اليدين وهذان الموطنان هما اللذان ورد فيه ما رفع اليدين جمرة العقبة أي جمرة الصغرى والجمرة الوسطى وكذلك موطن ثالث في عرفة أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام وذكر جماهير العلماء رفع اليدين عند الصفا والمروة ورد فيه أخبار ضعيفة وسدل صاحب المنتغ وإذن حديث عن أبي ريف صاحب مسلم وهو حين فعل ذلك عام الفتح ولم وقف ودع عليه الصلاة والسلام وهذا لم يكن في نسك عليه الصلاة والسلام فكي سدل بما جاء في مثل هذه الآثار كثابة السنة هو ما تقدم من حدي بن عمر عند الجن الصغرى والوسطى وكذلك كما تقدم في عرفه أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام وهذا الرمي كما تقدم للجمار يحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر سنة أن يرمي فإن تعجل فلا بأس المسألة الحادي والتسعون أنه حين يريد الحاج أن ينفر له أن ينفر يوم الثاني عشر فمن تعجل في يومين فلا يثمع عليه ومن تأخر فلا يثمع عليه لمن اتقى فمن أراد الاستعجال فعليه أن ينفر قبل غروب الشمس والنفرى قبل غروب الشمس يعني تكون بعد ما يفرغ من الرمي فلن غربت الشمس ولم يرمي أو لم يستكم الرمي فإنه عليها أن يبيت وهنا مسائل وقع فيها خلاف بين العلماء في من رمى ثم بعد ذلك وهو في جهازه وانتقاله أو كان في طريقه قد خرج قد سعى في السير ثم غربت عليه الشمس كثير ويقول إنه في هذه الحال خاصة حين لا يتيسر ذلك للزحام وكثرة الناس فعند ذلك نفر فله ذلك ولا يلزمه النبيت للثلاث عشر والمعنى أنه لو لم ينوي إلا بعد غروب الشمس فإنه يلزمه بعد ذلك ما دام أنه باقى في ميناء الثاني عشر ثم بعد ذلك نوى النفر فإنه بعد ذلك بعد غروب الشمس لا نفر بل يجب عليه المبيت والرمي من الغد المسألة الثالثة الثانية هو التسعون ذكر الشيخ رحمه الله أنه من تيسره يصلي في مسجد الخيف فهو أفضل في أيامنا وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجد الخيف قال فإن النبي عليه الصلاة والبكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا يعني هذا في عهد النبي والسلام ثم بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنهم كانوا يفعلون كما يفعل عليه الصلاة والسلام وأن الناس كانوا يصلون خلفهم وأنه كانت ميناء في ذلك وقت ليس بها يعني خارج من مكة وعلى هذا يجري عليها الحكم فيما يجري في عرفة القصر في ميناء وكذلك في المزدلفة يعني كما يقصرون في عرفة ويجمعون ويقصرون ويجمعون قصر العشاء في المزدلفة كذلك القصر ميناء جامع في ميناء لأنها كانت خارج مكة لكن في هذا الوقت كما تقدم صارت حي من أحياء مكة فالقول فالأظهر والله أعلم أن المكة كانها لمكة لا يقصر في ميناء المسألة الرابعة والتسعون ذكر الشيخ رحمه الله أنه بعد ذلك حين ينفر ويخرج يشرع لمن خرج ونفر من ميناء أن يبيت بالمحصب وهو الأبطح وهو الأبطح وهذا المكان كان النبي عليه الصلاة والسلام يبيت به كان إذا رمى اليوم الثالث عشر يصلي يصلي الظهر في المحصب ونحصب والأبطح والبطحاء وخيبني كنانة والنبي عليه الصلاة والسلام بات به ليلة الرابع عشر حتى قبيل الفجر ثم ذهب وطاف للوداع قبل الفجر ثم صلى الفجر وقرأ بالناس الطوء كما يحرم سنم رضي الله عنها ثم بعد ذلك توجه إلى مكة من صبح اليوم الرابع عشر اليوم الرابع عشر فإن العرفة كانت يوم الجمعة ويوم النحر الشبت والأحد حادي عشر والاثنين الثاني عشر والثلاثة الثالث عشر ويوم الأربعة والرابع عشر وعلى هذا أصبح يوم الرابع عشر وهو يوم الأربعة يوم الأربعة وهي ليلة الرابع عشر وإلى الليلة التي بات بها عليه الصلاة والسلام بالأبطح وقال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر كما في حديث برية الصحيحين وهذا يبين أن هذا سنة لمن تيسر له أن يكون تلك الليلة وناكب تلك الليلة أو في أي مكان يتيسر نجول فهذا يظهر أنه سنة واختلف العلماء في هذا لكن كما جعل عمر أنه فعله كما جعل عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام وجاء عن الصحابة أيضا بكر وعمر رضي الله عنهم أنهم أيضا كانوا يصنعون ذلك وظهر أنه سنة ومن جاء أنه ليس بسنة كما جعل ابن عباس صح عنه رضي الله عنه ذلك أنه أراد ليس بسنة من سنة الحج اللازمة بل هو بعد الفراغ من الحج فليس من الحج هو لكنه بعد الفراغ من الحج وليس أمرا لازما وكذلك قول عائشة رضي الله عنها قالت لأنه كان أسمح لخروجه وقد وعدها عليه الصلاة والسلام لما فرغت من عمرتها رضي الله عنها والأظهر أنه داخل في عموم اتسابه عليه الصلاة والسلام ثم هو في تذكر لنعمة الله سبحانه وتعالى لأنهم كانوا حاصرون في هذا الشعب في أول الأمر في مكة قبل الهجرة بزمن طويل فالرسول عليه الصلاة والسلام أحب أن يظهر نعمة الله سبحانه وتعالى في هذا المكان بظهور الإسلام وعلوم الإسلام وعلى مدح مكة ودخول الناس في ذلك الأفواج إظهاراً وشكراً لنعمة الله سبحانه وتعالى كما دخل مكة من الثانية العليا من كدى لما دخل فاتحاً منتصراً عليه الصلاة والسلام في العام الثامن على خلاف ما وقع له عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة هو أو بكر وكان خرج مختفياً من كفار قريش ثم عاد منتصراً فاتحاً متواضعاً متذل الله سبحانه وتعالى كذلك هو هذا الأمر وإن كان هؤلاء كثير من دخل في الإسلام وكثير منهم مات على الكفر عياذاً بالله من ذلك لكن ما يتعلق بظهور هذه الشعيرة تذكر لنعمة الله سبحانه وتعالى وإظهار للدين وإعزاج الدين ونصرة الدين فكان فيها من العوائد والفوائد العظيمة ما يكون حال فعلها وحال تذكرها المسألة الخامسة والتسعون طواف الوداع وهذا هو آخر أعمال الحاج وأنه يجب طواف الوداع عند جماهير العلماء واجب أنه إنما خف عن الحائض والنفساء إذا كان قد طافت فوافر الإفاظة وأن هذا الطواف يكون في آخر أعمال الحاج ويؤخره حتى يفرغ من جميع أموره فلا يشتغل بعده إلا بشيء يكون على طريقه فلو أن إنسان بعدما طافه وداع صار يشتغل بأعمال يمكن إن هذا ينقض وداعه وليكن وداعه لكن لو أنه احتاج شيئا على طريق اشترى شيئا على طريقه بعد الطواف أراد أن يرتاح لسفره هذا لا بأس به لا بأس به لأن هذا مما يعينه ويوسر أمره وقد لا يتيسر له السفر إلا بمثل هذا الخاصة بعد أعمال الحج التي ربما شق عليه بعض خاصة مع زحام الحج وكثرة الحجاج يحتاج إلى الراحة فلا بأس ولا يخرجه عن وصف طواف الوداع المسألة السالسة هو التسعون أشار الشيخ رحمه الله إلى المنتزم وأن من أحب أن يلتزم وهما بين الحجر الأسود والباب فيضع صدرهم وجهه وذراعيه وكفيه ويدعوه ويشأل الله سبحانه وتعالى لكن أشار الشيخ رحمه الله إلى أن هذا ليس خاصا بالوداع وأن الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفعلونه في أي وقت وأنه لي يكن من مناسك الحج ولا من مناسك العمر وأنه يفعله حيث يسر ولم يثبت فيه حديث مرفوع إنما جاء يعني لم يأتي فيه شيء مرفوع في النسك إنما جاء من حي عبد الله بن عمر حي عبد الرحمن صفان حي عبد الله بن عمر بطريق المثنب للصباح حي عبد الرحمن صفان بطريق اليزيد من أبي زياد والحديثة قد يقول حينما الآخر ما يدل على ذلك وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وضعوا أكفهم وصدورهم في هذا الموطن في هذا الموطن والثابت عند ابن أبي سيبة بسنات صحيح عن مجاهد عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وابن عباس وأنهم كانوا إذا فرغوا من الطواف وضعوا أكفهم وأيديهم في هذا الموطن وأنه مما يرجى فيه الإجابة فهو مكان يرجو فيه العبد إجابة الدعاء لكن ليس له حد لا قبل الحج ولا في آخر الحج حيث تيسر ولو ذهب إنسان إلى مكة سواء كان معتمر أو غير معتمر فلا تعلق له بطواف نسك بل يفعله حيث تيسر لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وجاء في بعض الأدلة ما يدل على ثبوته من حيث الجمل وأن الخبرين يشهد أحدهما للآخر المسألة السادسة والتسعون أشار السيخ رحمه الله إلى أن القارن عمله مثل عمل المفرد وأن القارن وكذلك المتمتع يجب عليهم الهدي هذا أمر بلا خلاف إلى خلاف خاصة خصوصا لمتمتع وكذلك القارن لأن القارن نوع تمتع ويجب عليه الهدي ولئن لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم وذكر الشيخ النص صحيح أنه يجوز للمتمتع أن يصوم هذه الأيام إذا لم يجد الهدي من دخوله في العمرة فلو أن إنسان أحرم العمرة في شوال من يجد التمتع للحج ولم يجد الهدي فله أن يصوم من أول يوم يوم بعد إحرامه لظاهر القرآن ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة هذا موضع خلاف لكن هذا هو الأظهر إذا لم يجد حال دخوله في النسك وهذا هو الذي اختاره الشيخ وأنه هو الأرجح وذكر قول إلى أنه يصومها بعد التحلل من العمرة لكن يقول وله أن يصوم تنهت أيام من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء المسألة الثامنة والتسعون ذكر الشيخ رحمه الله أنه يستحب أن يشرب ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو هذا ورد فيه أخبار وجاء خبر لا بأس به ماء زمزم لما شرب له وأنه يدعو لما فتح الله عليه من الدعاء وقد وقعت وقائع نقلت عن كثير من السلف في عنايتهم مسألة الشرب وسؤال الله سبحانه وتعالى مسائل عنده شرب ماء جمزم لظاهر حلي جابر ماء جمزم لما شرب له المسألة التاسعة والتسعون ذا أشار الشيخ رحمه الله إلى التحذير من البدع وتعلق بأبنية أو مزارات أو مساجح حيب على ذلك يعمل فيها من أمور هي من البدع بنيت مساجد على آثار يزعم أنها من آثار النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا دناء المساج على هذا الوصف من البدع وأن كل ما حدث من المساج التي منيت بعد ذلك على آثار النبي عليه الصلاة والسلام فزيارتها من البدع ويؤكد الشيخ كثيرا ويحذر رحمه الله من الوقوع في مثل هذا لأن هذه البدع تصرف عن السنن وتزحد في السنن وقد يغلو صاحبها ويقع في الشرك الأكبر حين يغلو ويبالغ في مثل هذه البدع المسألة المئة أن دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة بل دخولها حسن يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخلها في الحج ولا في العمرة ولا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية وإنما دخلها عام الفتح عليه الصلاة والسلام ورد في هذا الحديث لكن ليس متعلق بنسك في دخول الكعبة وأنه ليس من نسك الحج ولا من نسك العمر والنبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت عام الفتح وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ثم صلى ركعتين ثم الثابت عن عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة عند أحمد والنساي أنه بعد ذلك وضع يديه وصدره على ما يليه من حائط من كعبة ثم بعد ذلك عمل في سائل أركان ما عمل في ما قابله لموضع صلاة عليه الصلاة والسلام هذا وصح ما ورد في هذا عنه عليه الصلاة والسلام المسألة الواحدة بعد المئة الواحدة بعد المئة أنه يسرع للحاج وغير الحاج إذا كان في مكة أن يكثر من الطواف من أعمال الصالح وأنه أفضل من كونه يخرج من الحرم ويأتي بعنوة المكية هذا على قول الشيخ رحيمه الله لكن إذا كان على وصف مما يعمله بعض الناس وأنه قد يخرج في اليوم أكثر مرة هذا موضع نظر لكن لو توعد ما بينهما على قول رو عليه أن أحمد وأنه مقدار ما ينبت شعر رأسه مثلا وهذه مسألة فيها خلاف هذه قد يقال أنه لا بأس به لكن الذي اختار الشيخ رحيمه الله أنه بقاءه في مكة والإكتار من الطواف والصلاة والأعمال الصالح والذكر هو الأفضل ولم يحفظ عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حين كانوا مكة عن عامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا محلين قد أحلوا من حجتهم بعمرة من قانبارنا أو مفردا والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك ولحد في هذا متواترة وهم عامة الصحابة هم عشرات الأولف عن النبي عليه الصلاة والسلام وأكثرهم لم يسق الهدي إنما ساق الهدي من دول يسار أو بكر وعمر والزبير وطلحة رضي الله عنهم كما قالت عائشة رضي الله عنهم كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه عامة الصحابة كلهم لم يكن معهدي ولها يتحلل ولم ينقل أن أحدا خرج إلى الحل والحل كان قريب منه أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أشدهم إليه فمكه قريبة والحل قريب ولو كان هذا من التقوى والعمل الصالح لأرشد عليه عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه ما كان الله يضل لقوم على الهداء حتى يبيل لهم ما يتقون فهو يشير رحمه الله إلى أنه عليه الصلاة والسلام لم يشر إلى هذا ولم يفعل هذا أحد من أصحابه رضي الله عنهم فاختار أن بقاءه واختاره من أعمال خير له من خروجه وإتيانه بعمره فقال فإن هذا لم يكن من هدي أعمال السابق إلى أول مهاجرين وأنصار ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بل كرهه السلف المسألة الأخيرة في هذا المنزك وذكر رحم الله بعد ذلك في آخر هذا المنزك فصلا طويل يتعلق بزيارة المسجد النبوي على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فصلا وذكر أدلة وبيّن المشروع في زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام وبيّن بعض البدع التي تحصل عند زيارة مسجد والحجرة وأن المشروع هو شد الرحل لزيارة مسجده عليه الصلاة والسلام وأنه إذا دخل المسجد السنة أن يبادل يصلي ركعتين ويحذر رحمه الله من البدع تقع من التمسك والتبرك وما هو أعظم من ذلك ومن ما يكون من الطواه بالحجرة كل هذه من المنكرات العظيمة وأنه كما تقدم له رحمه الله التحذير من هذه البدع التي قد تحبط العمل عيادا بالله من ذلك فجزى الله الشيخ خير الجزاء على ما نصح وبين أسأله ذلك منه وكرمه وأن يسر أمر الحجات والمعتمرين وأن يوفقنا ضياءهم لكل عمل صالح وهد أسأله سبحانه ذلك منه وكرمه أن يزيدنا علما وهدى وتقى منه وكرمه آمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد